الخبر هو اللي عدنا عن باريش دادا وقمر الطاي يا حبايب وشن اللي صار بينهم وبعد ما اجتمعوا بالمطعم يا حبايب يا بعض بعد كم ساعة باريش دادا رح سوى فولو قمر الطاي بد اللي شايفيه قدامكم يا حبايب ولكن قمر الطاي مردت هذا الفولو بباريش دادا يمكن سيب انه يتحب نور مارو متريد الضوجة بما انه باريش دادا هو عدوة فباريش هالفولو همين يا حبايب فكتبه بكومنتات هتوقع ويمكن صر صلح بين نور وقمر او لا ننتقل حاليا يا حبايب الانس شايب وصدمت العالم بعد تنزيل هذا الستوري اللي كان دي يعلمي خلال انه رح نزلنا مقطع عين بارة عن اكبر او اقوى فيديو عن الخيانة ولكن يا حبايب حسن ما واضح انه عبارة عن مقلبه اكثر فالطمنوا يا حبايب اكتبوا بكومنتات جيتو متحمسين الى هذا المقطع اللي حينزلنا الساعة بثمانية وطبع ان شاء الله الفمبروك انس شايب انه رجع حسابه بالتك توك فاللي شوف المقطع السابق يعرف الحسابه بالتك توك طار ننتقل حاليا الى احمد ابن ربي يا حبايب تنزيله شوية استوريات يقول بي انه مريض للمرة الخامسة وصابه صار يتهجم عليها على هكول ان شاء الله اللي فيه يا ربي يعني عليكم رحطكم استوريات شوفوها مراحب مريض بطلة امرض يزل باش فيه من اليوم وطالع كل ما تشوفوني يحكوا ما شاء الله الواضح انه انا يعني العين خزقيتني خزق ممرض سطف الاسبوع ثلاث مرات عارف انه انا مغلطيس وجذاب بس مش لهذه الدرجة خلاص ارحبوني احكوا ما شاء الله شوف يا جماعة انا امرضت اكلت هوا صابه شو عملت بدل ما تعتني فيه بدل ما تخاف عليه تدير بالها سافرت راحت عدو بيتوش طبعا طبعا هفني يا صابه المشكلة احزروا مين عاداني يعني احزروا انا مين السبب اللي خلاني امرض صابه نفسها عادتني عادتني بعدين انا ارجوك بعدين صبعه بيضافة يحباي بسأله منه اكثر يوتيوبر انت تحترمة فهو احط صورة ناجي القاق انه اكثر يوتيوبر احترمة وبالنسبة لي يا حباب يسأله اقوى محتوى بالعرب فقد قال انه هو اجو حطا فكتبالي بالكومنتات هل تفقون بكلامه او لا رح حالين يا حباب الفيديو اللي انت شرعا على تيك توك فيديو كان كل الصادم لغلالي بيقول انه عساس نورمار هو النشر القمر الطايف في فيديو زائد 18 يا حباب المختصر هو هذا الفيديو ولكن هذه اللي بنيه هي مو قمر الطايف مجرد بنيه تشبهها عساس انه هي قمر طايف فانزات يارب بعض منعتهم صاروا يشروع عن اساسية قمر طايف مثل ما شايفين يا حباب في فيديو شوية زائد 18 فاكتبوني بلكومنتات تشيركم هذا الخبر وطبع هذه اللي بنيه يا حباب مو قمر طايف وكيد هي مستويت اشياء وبالخدام يا حباب عن الفيديو اللي هو بيسان اسماعيل ويا باريش ويا شيم على فيديو على اغنية لايك بلوك تواضح القوة الصداقة اللي صارت ما بينهم دي اتقربون من بعض فالي اترى ممكن انه اتصال حيوي جواني بيسان وجواني بسبب انه باريش داده هو صديق جواني وحاليا صديق بيسان ما هذا الصراحة اكتبنا بلكومنتات وبس لنها وصلت المقطع فجر مطبلكات تشاكوا فيه زي ما قادمك للقصص احبكم مع السلامة